صار المشكل بقلب الاستوديو لما عم بتقول هيدا الحديث مش عم بتقول فوتوا أوصوا لانه مش الهدف انه فوتوا أوصوا فوتوا حمو الشباب اللي جوا لانه في شباب جوا بلشوا يأكلوا خبيط يعني في مين برا ناطير تايصير شي لا يفوت يحمل اللي جوا في نايب لقلنا بالمقابل فوتوا حمو النايب طبعكن وهيدا حقنا طبيعي يعني ما حنقبل انه يكون في مشكل ويتعرض نايب أو ناشط يعني من الكبير لصغير ما عنا نحنا بالتيار انه هيدا نايب منهتم فيه وهيدا ناشط ما منهتم فيه بالنسبة لقلنا تعرض اي ناشطبالتيار يعني الكل ونحن من هيدا المنطق منقول انه اللي تعرض لو اي ناشطبالتيار يعني كل التيار السلاح هن رغلوا للفضل الأم تي في اللي معهم السلاح مش حرد لأوصوا مرا هن ... لأوصوا الفيديوات واطحة جيمي خلينا نرجع نشوفها سوا اذا بادك منشوفها على الهوة ما في مشكل اللي صار انه لما عم بفللوا الحرس المتي في عم بفللوا شباب الضيار شباب الطيار قالوا لهم لحرس الانتيفي اوصوا نحنا عزل اوصوا علينا شباب الانتيفي بيطلعوا بالقواص بالعالي الفيديوات واضحة بس تأرجع للشق اللي قبله اذا عم تحكيني عن حدا قال انه انا نويلك ايه انا هلا في يقول لك لألك نويلك او اذا في ضيف بوجه في يقولوا انه انا نويله لانه انا بالسياسة بكون نويله يعني هلا بتسألني عن فريق سياسي انا نويله لهذا الفريق السياسي اعمل هجوم عليه ومنحق بالسياسي اعمل هجوم على خصمي بالسياسي ما تتفسر اكتر من هيك نحن ناس اكتر فريق سياسي باللبنان حضاري خليني اميز بشكل كبير خروج الرئيس عون هو خروج طبيعي من عصر الارض بس هيدا الحديث نقال ما حدا ادعى عم وضح لك ما حدا ادعى انه اليوم خروج الرئيس عون بده يؤدي الى ما ادعاه الكاتب من بيت الايوبة احمد الايوبة وبالتالي اليوم انا بقدر اكتلك انه ما في نية كان لا عند الطيار لمبارحة ولا اليوم ولا بكرة يختلق مشكل وقع الطيار وشباب الطيار بكمين وما بدي اقول لك اليوم مين بيتحمل مسؤولية خلي بكرة مع الايام والتحقيقات والفيديوهات هي تثبت مين بيتحمل مسؤولية اللي صار